صلى الله عليه وسلم تقول بخير في كونستير على فاصل الفياء فاصل بار الدروس والآن مع السلام الوطني للقرية المصنع العربية شهدت الزمانية اشتركوا في القناة 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 وفي القناة اشتركوا في القناة حتى Wed kaburkar نفس شركة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في قناة لاستخشا موسيقى 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 سفير جير دائنين سفير بلروس لدى مصر العربية سعد السفير على خديث المساعدة السابق لرسير الخارجين وسفير مصر الأسبق لدى مصر السيدات والسلام فضوء أصببت مساءكم مجردين المساعدة الميوية ويشاركوا بنا وحكا بحضراتكم في حد المهز الأعرب في حد المهز الأعرب في بيت التقامة المسلي وها نحن الضقل قيلة المسيئة السادسة والعشرين من هذه المبادرة الجديدة الواعدة لتقامتها وقامت النقافة علاقات تقاطية منذ الثلاث سنوات أسمحوا لي للآيات أهدوا لحضراتكم تحياتي معاني تقامت النقافة نعم أتقل اليوم في علاقات تقاطية تلك المبادرة التي انطلقت من فتاع العلاقات الثقافية الخارجية واحتضرها المجلس الأعلى للتقاط وترعاها وزارة التقاط ويتم التنسيق فيها مع وزارة الخارجين تلك المبادرة التي تؤكد أن مصر كانت وسطا نظر إلى علاقتها الثقافية بدول العالم المختلفة باعتبارها قيمة في حد ذاتها وأن العلاقات الثقافية في مهمتها هي أكيدة مضافة للثقافة الإنسانية نحن نلتقي اليوم بعد فترة توقف استمرد نقطة طويلة بيوم بعد أن استضفنا 24 دولة وسعدنا بتنوع في الدول التي قمنا بصدقتها لأنها دول في أوروبا الغربية دول في أوروبا الشرقية دول في أمريكا اللاتينية دول في أسيا دول في إفريقيا والحقيقة أن هذه المبادرة هي أنجح المبادرات التي أوفرنا على قدمها خلال الفترة الأخيرة لأنها تكرس من خلال نموذج متميز ما يمكن أن نعتبرها نموذج نموذج الدبلوماسية الثقافية في طبها سواء اكتشفنا من خلال العرافات الثقافية أنه المشترك الذي يربط بيننا كمصريين وغين كثير من شعوب العالم قائم وموجود ولكن ربما لا نعرف عنه الكثير لأنه كما هي العادة وهذا التوقع عام وهذا التوقع عام أنه التوقع عادة إلى الأوروبة الثقافية وليس بضرورة بالمناسبة لأن الأوروبة الثقافية كلها الثلطانية فرنسا إمطاليا أسبانيا ألمانيا إلى أمريكا الشمالية المنحدة الأمريكية ربما لا نعرف الكثير عن أسيا يقينا لا نعرف الكثير عن أمريكا اللاتينية ربما لا نعرف الكثير عن أستراليا أو حتى إفرادية الحقيقة أنه كما ذكرت كم المشترك الذي يردخ بيننا ومن هذه الشو يستحق أن نتوقع فيه أن نتوقع دول إحنا بدأنا من مكسيك دولة في أمريكا اللاتينية وأيضا كولومبيا الحاضرة اكتشفنا أنه حتى في اللايف ستايل في بعض العداد في بعض المقامل في الضريقة للناس في كثير من ومن المشترك الذي يردخ بيننا ومن هذه الشعور لذلك إحنا عدنا بهذه المبادرة مرة أخرى وأعتقد أنها عودة قوية منذ أيام قليلة استضافة هذه القاعة وصعدت سفيرة في القاهرة اليوم نحن نستضيف ونسعد هذه في استضافة دولة روسيا الميضة ونسبوع القادل إن شاء الله يكون ندينا سروبييا ثم سنعود إلى الوتيرة التي بدأنا بها يمكننا ثلاثة ندوات خلال أقل من عشر الأيام لكن بإذن الله بعدها سنعود إلى نفس الوتيرة التي اعتدنا عليها بالصدافة دولتين خلال الشهر الوحجان ومن ثلاثة ومن ثلاثة ومن ثلاثة أن تكون بداية المبادرة لقاء التاج بصدافة ميلانوسيا الصديقة حيث تميزت علاقات الثنائية بين مصر وميلانوسيا بالهدوء والاستقرار والمدين حيث يحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية سواء سياسياً أو اقتصادياً أو تجارياً أو تقافياً من خلال أقدي جوالات المشاورات السياسية رفيعة المستوى كما تعطو مصر الثاني أهم وجهة سياحية للمواطن البلال روسيا بلالروسيا كانت من أوائل الدول التي دعمت إرادة الشعب المصري بعد ثور الثلاثين وكانت دائماً متابعة لكل التغيرات التي تحدثون في الشأن المصري سفارة بلالروسيا في القاهرة هي الأولى لها في المنطقة هذا ينتعوه للتوافق بين مصر وبلالروسيا فيما يتعلقوا بالعليمي من البلاخات الإرديمية والعليمية الحقيقة لديها منموعة كبيرة من الأمثلة لما تم من علاقات عن مستوى الثقافي مستوى التعليمي مستوى الإعلامي خلال الأقوض السابقة لكن أرجو أن لا ننسى أن العلاقات الثقافية وهذه بالمناسبة واحدة من أهم النتائج التي خرجنا بها من تلك المبادرة أن العلاقات الثقافية كانت حاضرة في المشهد مع كثير من الدول وربما سبقت العلاقات الثقافية تأسيس وإحليس العلاقات السياسية بين الدول ونقشعنا أن هناك معالغة فرق فنية فرق موسيقية تسافر مع دول لم يكن بيننا وبينها أي علاقات دبلوماسية والعلاقات الثقافية كانت حاضرة يعني أنا أقول هذا لأنه يقينا العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا في العموم حاضرة وبقوة منذ خمسينيات وستينيات وسبعينيات من قبل قبل قدال روسيا والميضاء عن الاتحاد السوريلي سابقا وطبعا أنا لو تحدثت عن العلاقات المصرية الروسية والسوريونية في المجال الثقافي الحديث حقيقة سيقول جدا لأنه يعني الكثير من خبركم يعلم أن كان هناك تعاون وثيق في هذا المجال على مستوى تأسيس الكوادد تأسيس الكيانات الكاتفيات المعاهد كثير من الكبراء الذين كانوا يأدون إلى مصر لتعديد والحديث كثير من الطلاف الذين كانوا يسهرون للدراسة أن هناك وعادوا بدرجات العلمية الحقيقة لأنه يعني هذا هذا غيد من الآن الحديث كما ذكرت يطول في العلاقات بين المصرية الروسية يقينا يقينا الوطرة يستمر مع روسيا للبيضاء يعني من أوائل الفينات الألبية الثالثة من ألف وخمسة تنظيم أيام للثقافة المصرية في روسيا في 2007-2008 تنظيم أيام للثقافة البيلروسية في مصر مرتقيات لمنطقة القاهرة الدولية للسوق المكحركة زيارة وفدر الأكديمية الروسانية البيلروسية للعلوم أيضا مرة أخرى حصول أفلام من بلروسيا في السوق المكحركة على جوائز منها أفضل سينانيو وهكذا فالحقيقة أنه الأمثلة كثيرة يتفضلوا بمداخلاتهم وكان فيه طبعا مرتكولات في مجالات صناعة ودجارة وستثمار تعاون اقتصادي تعليم عنوم رياضة والسياحة والثقافة مذكرات تفاهم وانتفاقيات سواء فيه مجال المساعدات القانونية التدريب الرياضي والرياضة تعاون في المجال الزراعي تعاون بدة مذكرات تفاهم فيهم المجال التقافي البيئة واستخدام المستدام للموارد الطبيعية وغيره الحقيقة ها مرى الحياة بيسعدنا اليوم مشاركة كوكبا من المفكرين والمظركين والندعين ها ها هم طبعا لي المذهلات المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى 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 المترجم للقناة 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 شكرا المترجم للقناة 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 وده يعني هي اللي يعرف روسيا التاريخة ويعرف تاريخ الزيات روسيا البرداء لازم تدري هذه الأشياء الأنعجات المعصارية فيها جداً لديها جداً زي الأنعجات المعصارة فيها حتى الآن لما تاني زيارة ليلة قليلة في المنسل بسوط المتحف الحرب العالمية التانية هذا المتحف لازم يكون لإجسام فائعة بالعالم هذا المتحدث عن ما عناه الشعب اليروسي والحرب العالمية التانية من الهتلال الألماني الناسي نحن 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 نتكلم كتير جداً على الهولوكوست نحن نتكلم كتير جداً على محايا اليروس في المحرقة أو المحرقة اليومانية في أورطة ربية وأشخص كل تلك ودون تقليل من أثر ذلك نفس الموقف مكرر مع الشعب اليروسي والشعب اليروسي فقط ثلثين سكان في خلال سنتين ثلاثين سكان لو كنتوا تخيلوا معنا كلمة الإبادة إن يدين في جيموس رات والإحنا بنعيشون مع رضا المفروض يفكرنا والمفروض نحن نكون نتعلمنا من دروس الاريخ ولكن ماضح المفروض لا نتعلم هذا المتحف رغم أنه مش متحف طبيعي ده ومش مشكور زي المتحف في الهولوكوست لما توقف باشط لما توقف أي حدة ده ولكن أنا بقول هذا المتحف لا يقل أبين عن المتحف في الهولوكوست لما توقف في الهولوكوست ولازم كل الدفوط ولازم كل الدفوط روح تشوف عشان تتعلم تهير في درس القريفة الجانب الآخر بالطبع عشان تتعش لي بأخذ أخذ 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 حاولكم سيب وأرغونا نأخذ للجانب بخص أحدى برش تنقف حياتي دكريمينسك شخص مستوكو برش اللي يواني بأكلة بروزي بكل المطقة ساعة سكير في حبل عشر هلو كنتش قدر بورش في موسكو لكي بتركك في مستانف ضمن الشخصيات المصاري في الهيدة في الثلاث سيارات كان معايا مرافق بورش بورش لسه بصروه ايه هو البرش كان معايا مرافق هذا المرافق بعد تالت زيارة بتحزز كونة ابن عملي بمسك الكيمة المصرية وكل أقوى كلمني عن عنده كلمني عن مباده كلمني عن حاجات كثيرة منه كان وهو كان خارج من الأوقات اللي فيدي عن بحسات أسنية أو كده كنت بعثيه دائماً على الغداء معاياً في الوافت المصري كلمني عن الكلم وفعلاً ما كنتش حاسس إنه هو مرفق هذا الرجل كان بلاعكس فعلاً شخصية البرمتزي الروسي بس المهمة طيب على عكس من النسود الخيرين ولكن البلاروسي مطيبها وفيهم دفء وحرارة لا يمكن حاجة الخيرها في دولة وفي المهمة أوروبية حتى روشاكم أوروبية ومنها بالنسبائي إلى روسيا وأي حاجة مطابطة إلى روسيا ما تضعف طبعاً طبعاً العلقات من مصر وبيلاروسيا بالأسف الشديد من شهرة حالية لها المجروس الكبير من البلدة من العلاقات بالأسف من الشركات الثقافية ومسر أقول لكم أنه في الثلاثة يعني في الثلاثة الثلاثة بلوزات كان قول الكلام مع الجانب الدروسي وبيلاروسي على الجانب التصنيع وهم خسورين جداً بس كتير أورو ياملت حدث وريتي للمعزة بعض صنعات سقية وخاصة الشاحنات موجودة في ميلروسيا وذلك بس ما نحن نماصر كنتم محتبين لأنك ده نحن محتبين لهذا الولاي وطبعاً صناعة الشاحنات في ميلروسيا أنا في ذلك الوقت طبيعاً طابت هدفة الشاحنات وشفت أرواع الشاحنات ومعاً تلسينا الشوطة الأخير ما هيدي أخيراً طبعاً أنا للأسف عدد المصرين اللي راحوا في ميلروسيا مش أزدى عدد اللي من ميلروسي الأحر مصر وكنت كل اللي رحمة طبعاً في فنانسك بالبقاط وفيلي طبعاً النادي ويسأني من ميلروسي اللي عدد المصرين اللي راحوا في ميلروسي اللي عدد المصرين اللي راحوا في ميلروسيا فاقول له مصرين لا شرم الشيخ تبا يتعرف نفسي ان انا سفير شرم الشيخ اللي هي الطعودة في مصر تبا زرم الشيخ المصرين اللي تباين اللي حالة كانت الخلقة التي جاءت على ربما من نصريها يعني إذا هي في المعلومات وهي أحياني بس بأطولي في تعقيد بس مختصر جدا لأن روس عسفير أشعار يعني في المعرك حديثي إلى طيبة الشعب الروسي وقال نصاً روس طيبين ويبيل لروسيين أطيب الحقيقة إنه المعرفة كنت بأتكلم على ساعات السفير أو ساعات الصفرة لما نبدأ الندوة على البرسبشن أو في كده ستيريوتايب صورة دهينية بيورد لها أن نترسخ بأرهام العالم من خلال ميجيا يعني في غالب الميجيا الدربية على الشخصية غير الأفريقية غير الأوروبية يعني تحديد أخير يقول الروسية لأوروبا الشرعية إنه الناس مختلفة الناس مزينة وأنا ادربت حتى مثال بفيلم شهير يمكن لو داركم تبعتون روكي في جزء من روكي كده كان روكي بلايكم مراكب روسي أعتقد ده كان جزء الثالث أو الرابع والشخصية اللي أميها المراكب الروسي كان مقصود وأنا فاكرة حتى قلت اللي اسم كان آيفان دراجع بلاعب روكي بلد فالشخصية كانت مصورة على أنها ماشين الشخص اللي يتحدث ويعيبش كله ماشي بأسلاك وما كله بيعولون في المنواري يسيلوا القوة والقوة والضربات وحاجة كده يعني غير بشرية وده بحقيقة كله بيرسخ نفس نفس الفكرة إنه الناس مختلفة والحقيقة ده غير صحيح بالمر وأنا كنت سعيد الحظ إنني زرت روسيا بسا يعني ان شاء الله يشايد الحصبات بلاروس لكن روسيا بصفة عامة على ذكر السعاد السفير ناس في منتهل ممكن تقول اللغة هي عقبة لكن بصفة عامة الحقيقة تستحق أن تكون وجهة تقفية وضع من قضل بسعاد السفير يكون بلاروسيا من قبل الله تقيله تستحقها تكون وجهة سياحية ووجهة للسياحة الغافيت أنا 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 كنت رائحة بسبب إنه مصر كانت في كسر عرب في 2018 وكانت تلعطي سامن بيترسفير وسام بيترسفير واحدة من أجمل المدن التي شاهدتها في حياتي أنا ناس عم شفت المدن كثير لكن دي طبعاً المتحف الشهير المتحف 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 والمتأكد إنه بيلاروس هتكون فيه يعني فرص لسياحة ثقافية كبيرة جداً لمصر فأنا يعني باختصار نحي الأمر في نحن نحتاجين الحقيقة وده هدف من أكد مبادرة علاقات ثقافية كيف نغير الصورة كالدهمية التي يمكن أن تكون قطورة السخد عبر أرود من خلال الجديد وده لن يتحقق إلا إذا حصل تواصل أكتر حصلت السياحة أكتر حصلت التواصل ثقافي أكتر حتى لو اللغة مساعدتاش إنه ممكن والحقيقة للأجياء الكتيرة وده قد يحدى العقبات ومش بس في روسيا بمناسبة يعني ألمانيا ما كانش حد بيكلم بديتي أصلاً وحتى لو كانت لي حد بيكلم بديتي أصلاً وهم أصلاً رفضي في الكلمة أي لغة الألمانية نفس الشيكة بتكرر في فرنسا فالموضوع مش بس في روسيا إحنا محتاجين إنه نعزز هذا التواصل فشكراً مرة أخرى لليس سعادة السفير الآن لدينا مداخلة ليس عادة السفير نزيل مجالي سفير جمهورية مصر العربية في بيلاروس بلاروس سيدات والسادة الحضور الكريم بلاروس بلاروس وقد احتفلنا في مطلع شهر فبراير من العام الماضي بمرور ثلاثين عاماً على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي استندت إلى مبادئ الاحترام المتبادل وتفهم الخصوصية الثقافية والتاريخية ولعل الموقف البلاروس من ثورة ثلاثين يونيو في مصر خير دليل على ذلك فقد كانت بلاروسيا من أوائل الدول التي دعمت خيار الشعب المصري من منطلق فهم حقيقي للواقع السياسي المعاصر وخصوصية المجتمع المصري الذي ينبذ العنفاء والتطرفاء والإرهام وتتسم العلاقات الثنائية بين مصر وبلاروسيا بالودية وتعكس قدراً كبيراً من التفاهم والتقارب في نهاية النظر سعياً لتحقيق تعاون جاد ومثمر في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين فعلى مدار ثلاثين عاماً من العلاقات تم التوقيع على حوالي خمسين اتفاقية ثنائية لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين في مجالات تجارة والتعاون الاقتصادي وتشكيل الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والتعاون القضائي وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك ولعل وطيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على مختلف المستويات تعكس الاهتمام الذي يليه البلدان لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينها فقد زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دمورية مصر العربية العاصمة البلاروسية مينسك في يونيو 2019 وتشرفت مصر بزيارات الرئيس البلاروسي أليكساندر لوكاشنكو في يونيو 1998 ويناير 2017 وفبراير 2020 وذلك إلى جانب عدد من اللقاءات الثنائية الأخرى التي جمعت الرئيسين على هامش الاجتماعات الدولية ومن بينها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى جانب اللقاءات الثنائية على مستوى القمة تتم الاتصالات على المستوى الوزاري في مختلف المجالات بوتيرة ثابتة كما تنعقد المشاورات السياسية بشكل منتظم حيث عقدت حتى الآن حوالي خمس جوالات للمشاورات على مستوى مساعدي وزير الخارجي أما فيما يتعلق بالقطر المؤسسية لتعزيز التعاون الإقتصادي فقد انعقدت دورته السابعة للجنة التجارة المشتركة في نوفمبر من العام الماضي في القاهرة برئاسة السيد وزير التجارة والصناعة في مصر ونظيره البلاروسي كما ظهر وفد بلاروسي برئاسة نائب وزير الصناعة البلاروسي مصر في إطار اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الصناعي لإستهدف تلك الآليات المؤسسية إلى تحويل مبادرات التعاون ذات الصلة إلى نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين وزيادة حجم التجارة البينية والذي يظل متوضعاً ويقدر بحوالي 62 مليون دولار لعام 2021 رغم ما تشهد العلاقات الثنائية من زخم على المستوى السياسي السيدات والسادة الحضور لم يكن التعاون الثقافي بمعزل عن التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وبلاروسيا بل شهد تطورات موازية للمسارات الأخرى إذ أن هناك اهتماماً متبادلاً بين الشعبين المصري والبلاروسي للتعرف على ثقافة بعضهم البعض ففي حين أن مصر تعد مقصداً سياحياً أهماً لما يزيد عن 200 ألف سائح بلاروسي متعطش للاستمتاع بالشواطئ المصرية والتعرف على الثقافة والحضارة المصرية فهناك عدد كبير من الطلبة الذين اهتموا بالدراسة في الجماعات البلاروسية فضلاً عن المواطنين المصريين الذين يقيمون ويعملون في بلاروسيا مما يعكس اهتماماً شعبياً ورسمياً بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والعلوم والبحث العلمي والثقافة والسياحة والرياضة وعلى ضوء ما سبق شهدت تعاون المؤسسي في المجال الثقافي العديد من التطورات الهامة على مدار الفترة الماضية فعلى سبيل المثال وليس الخصر تم التوقيع على اتفاقية التعاون بين مكتبة بلاروسيا الوطنية ومكتبة الأسكندرية في مجال العلوم والمعلومات عام 2004 كما عقدت فعاليات ثقافية متبادلة بين مصر وبلاروسيا من بينها أيام الثقافة المصرية والبلاروسية بين البلدين كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية ونظيرتها البلاروسية ويضاف إلى ما سبق الجهود المشتركة للبلدين لتطوير التعاون في مجال السياحة حيث قام السيد وزير السياحة والأثار المصري بإجراء زيارة إلى بلاروسيا في يوليو 2020 لبحث سبل تعزيز التعاون في ذلك المجال كما عقد منتدى السياحة المصري البلاروسي في الأول من مارس 2021 بمدينة الطاهرة وشرم الشيخ حيث عقدت مباحثات رسمية للوفد البلاروسي مع جهات الدولة المعنية ومن بينها وزارة الخارجية كما تم تنظيم لقاءات بين الشركات العاملة بمجال السياحة في البلدين لتعزيز التواصل بين تلك الشركات سيدات والسادة الحضور الكريم إن العلاقات المصرية البلاروسية تشكل مثالا واضحا للشراكة المبنية على التقارب والشغف الشعبي المتبادل للتعرف على ثقافة الآخر وهي علاقات نحرز على تعزيزها من خلال استغلال وتوظيف والاستفادة من كافة الفرص المتاحة للوصول بها إلى مستوى يرتقي إلى تطلعات الشعبين المصري والبلاروسي وفي هذا الصدد أود أن أبدأ تقديري للجهود التي تطلع بها الجهات المصرية والبلاروسية لتطوير العلاقات بين البلدين بما في ذلك الجهات المنظمة لهذا الحدث ولا يفوتني كذلك أن أبدأ تقديري للجهود نظيري البلاروسي السفير سيرجي ترينتير الذي أتابع جهوده لتطوير العلاقات المصرية البلاروسية بكل اهتمام حيث نشترك سويا في هذه الجهود بما في ذلك جهوده لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين شكرا جزيلا نترجم الى صفحة جزيل سعد السفير زيناجاري سفير مموليب مصر العربية في بلاروسي الآن هنرد دخلات السيدة الديو ونبدأ لتعود للمساعدة المصر في المنزل السيدة الديو ونبدأ لتعود للمساعدة المصر سربيل التلنتين وسعى سربيل علاء الحديدي ونبقى بالكلم ونطبع من الساعتين ده يتواجدت ليه اه عالي منطبعين احتفاث بيه بالخط السنائية بين مصر ومصر والبرد دي لان كانت دوية كده في قلبي والاول مرة دلت بلاروس كانت ساعات الف ومساعدة وعندساين وكانت قلت ساعة لتا كنت اشتبت يعني كرحنا يعني طلابية وكانت لسه حزوية في فترة الدراماتيكية في حيات المعركة الاتفاق في هذا الثالثان ثم زلطهر على كده مرات وكانت شرفت العمل بنسجر الثقافي في روسيا من عام ساعتاشر لواحد وعشرين بحكم العمل خونس مشرف ومبير الباس التعليمية في روسيا وروسيا الحديث دي يتقول عن العلاقات البسمية بين روسيا في روسيا ومصر الاثنسائين وربما في عصر الحالس سويتي بسبطة مكون الجزء من الحالس سويتي اثنين واربعين اثنين سانة ولكن أزور المراقات الإنسانية بين روسيا وبيلا وفي روسيا ومصر بدأ من قبل المساعدة أول دولة في ذكرها في أدبيات المسيحية في مصر أول دولة الأهير روسيا ببيلا للمصر بحكم أن الأمة المسيحية أو الأمة المسيحية كانت مرتبط مع الفرطة المسيحية وتحديدة ١٩٨٠٠٠ من الأذين بحكم لمصر كان لمكاته في القدس أو القدس أو الحفنية أو المسيحية في زن القبла فكان أول خلوق المواطن البلاروسي أو المواطن روسيه وحولbeeping حديث و��تهاPl hole كان مطاعدين قدام القارغة resto przep Don literally وactive كان على الطريق اسطنبول البحر الاسود ثم اسكندرية وعبر مصر ثم تشير بزيز سيناء ثم وبالتالي جاء على ذكر مصر في الأدبيات السيافية عمول موزقان 12 والمهم والطريب جدا أن الأمكادية البيلالوسية سبقت الأمكادية روسية والانتباعة في البيلالوسية سبقت الأمكادية البيلالوسية والهدب البيلالوسي والهدب السباكي كان الهدب ديني في بدايتهم كان الأول ناس كانوا القدسين والقصاوسة وكانوا بيكتبوا عن شركة هدب وكانوا بالتالي كان كثيرت حياتهم هي رحلة الهد بتاعتهم اللي يكونوا بيها إلى الأراضي المخدسة وبالتالي كانوا بيصفوا بالأراضي اللي بعملوها ومنها طبعاً مصر في البداية كانت مصر بترمض الحكمة وأنه كان يعني يكتبس منه قائفة يعني رمز للحكمة ورمز للخلود ورمز للتقديس من الله وهكذا ولكن مع الوقت الأطباح والوصفه أيضاً المنظم المصرية التي يمروا بيها والشوارع والعداد والتقاريب والمعنى هذا المواطن السيافي سواء نوسيا أو نوسيا أعرض على مصر مبكرة سواء عن طريق هذه الكتابات الأدبية أو سواء عن طريق القروب للحكمة خروج الحكمة كان الحكمة المسيحة في المخام الأول في حد القرن بداية من القرن 19-13 ثم حكمة إسلامية بداية من قرن 16 وده ما تم التهجية أو تهجية لأعدة كلمة المتطار اللي قام في روسيا فيها أو فيها روسيا وبدأ بخروج الحكمة أول مكرة حكمة الإسلامية كانت من قرن 17 الوهان بها كذلك من مجال كبسة البيضاء عن طريق خان التصريح حتى من سلطان الدولة الأصمانية في تلك الفترة وصرح لهم بالقرن عبستانبورة في قامتيا ثم التواجه إلى بس ومنها إلى وكان حتى أحدهم الطبيب يعني دي معلومة حتى فأحدهم كان يعمل طبيباً وتم الإستعالة به في مصر فالعلاقات الإنسانية سبقت بقرون العلاقات الرسمية والصفاء فيه وأزعم أجل الأسباب ده إن لم يكن كثير من التشابه في الانسامات الشخصية في المصريفة والسامات الشخصية يعني السلافية والروس والروس البيضاء والأخير ومصريفة شرقيين هناك كثير من التشابهات المشتركة والتباع المشتركة وطبعاً يعني أبكد طبعاً كلمة سعد سدير طبعاً فالعضار المصرية بعد فنك رموس حضر بنها رشيد في بداية قرن الـ 19 أثار انتجارات أكثر الشروع السلافية والحضر بالمحضرة المصرية والان هنا بدأ الاجتماع في دراسة مصر وليس فقط إن هي بلد مصريوجية فيها أساطير أو يعني فيها خيالات وخرافات لكن أصبح أقار قريمية في دراسات وأصبح كثير من النبوذ وطبعاً للشروع في أسرة مصرية روسيا يهتبوا بالدراسة مصر وتليخها بشكل علمي ومن أولاً نشأ قائلاً الاهتمام قد زال الاهتمام بالبصد والزال من عدد الموجات اللي يسافروا من ديبراطورية روسية أكثر من عدد الموجات اللي يسافروا الوقت يعني في الدات المقرن العشرين مثلاً كان أكثر من عشرين يعني يعني تقريباً ما يسافرش الهات هو بص يا رجال ووسيا وهذا العدد يعني وكانت هناك إدرات تقوم على هذا الموجود وكانت هناك القدحة الإساحية في أرباح السود وفي تنظيم هذه العملية يعني عملية لا تقاليد كبيرة جداً وهذا وأصول هذا فدا بيأكد أن هناك أخط تحقيق تعاون صفافي وهناك أرضية مصرصة لإحداث تعاون صفافي من الريد لما على المستوى التعاون العلمي أنا أدعون أن روسيا الإيضاء هي أقوى مدرسة علمية حتى الدول السلفية والأوروبا الشرحية وأول تقرير التخليل يعني هم تحدث بيقولون هي بتحت المكانات 23 نحت التنشب العلم الموجود فيها رغم يعني طبعاً من تحت الكم أقل طبعاً مدرسة لكن البنية العلمية في روسيا بيضاء بنيا قوية جداً وهذا يعني زود عن قرب يعني فأزعم القبيضان أنه ممكن ما استفيد من هذا الموجود وهناك اتفاقيات كثيرة جداً تعاون من البلدين وبالجمعات البلاروسية والمصرية بالنسبة في الفترة الأخيرة أصبح هناك اهتمام بالأدب البلاروسي في مصر كان في التصابق كان الأدب ده مصروب لأن كنا دائما تنظروا في إبطار أنه هو أدب موسي أو مكتوب موسي وهناك في الفترة الأخيرة في دراسات كتيرة جداً يتفهم عن الأدب البلاروسي مكتوب البلاروسي وهو أدب مميز طبعاً ما تسمعات كثيرة كده مدبات البلاروسي من الأدب السوليتي والأدب الروسي ولكن يعني لزوم لأنه كانوا بيكتوبوا باللغة الروسية مثلما فده يعني كان فيه زور من الأدب البلاروسي الآن أعتقد أن حالي أنا الأول لحنا نترجم أعمال من اللغة البلاروسية مباشرة اللغة العربية ونظرناك أيضاً براسات كثيرة في مميزة الأدب الهقارة ممكن أن تقوم يعني في الفترة المقبلة أبداً حكاياً بطلع المنفوح بنت يعني أشيل هذه النقطة مع محمد في روسيا البيضاء قديمة وهناك أفضار كثيرة لإنخلق تطبيقها وملاع عليها وأفراد أفراد أفراد الشرق السادات وملول أفراد 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 شكراً شكراً بطلع محمد أيها بطلع محمد يعني بدأ تاريخياً أفراد بالموضوع الحق وإنتبه بالموضوع الترجمة والحيانة موضوع الترجمة هو القاسم مشترك أعظم فقريباً في كل الأدوات التي نعطيتها فيه مبادراً على الطبق الأرضية دائماً يكون هناك تركيز على ضرورة الترجمة العكسية من اللغات المتالفة إلى اللغات العربية والحيانة في إتمام شديد من وزارة الإخطاف الآن هذا الملف الآن هذا بالحق قدر كبير جداً من التواصل طبعاً طبعاً أيضاً كثيراً مهمة فيما يتحدث على موضوع الأكاديمي تعاون الآلم واحد في الاستفادة من هذه المنح. ما كنا يعني نحضر عن كافية إيجاد حلول لأنه هو سعى سبيل حتى تقول أنه كم من الطلاب الذين يعني يسفروا ليه أو بتاعه أو ليه الدراسة قليل جداً وأقل ما يتمنوا هم وأقل منعهم المنح حتى المقدمة لكن لأن كل المنح تشترك طبعاً إيجاداً للغة الأستاذ في دراس حكومة جداً بروسي. فني برضو مؤتمر مجدداً ويمكن ترضى لما أردنا سابقاً أنه موضوع إيجادة اللغة بحكومة مهمة في إيجادة المشتركين. شكراً بمدارك مصدر. الآن هو الفنان الأستاذ ناقد والفنان تشكيلي براهيم بازالة ليأتفضل بإطلاع شكراً. 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 لان انت لما تشتغل مع شعب مهتم وتبرد بالفن والثقافة فبيبقى المسائل سهلة وجميلة اتمنى كمان من المجلس العالم والثقافة لانه انا شفت في المدارس في قصة الفن الفنون عموما بتعلم في المراحل اولى من التعليم مش انه انا لما بخلص سنوية عامة بروح ادرس مزيك او بدرس فن تشكيل او بدرس اي عام لا انا بكرامنا كنت تعرفوا التعلم في المدارسة الكتائية ويطلع معك 3 سنة لكن انت ما تجيش انت هتدخل لسه هتعلق واحد عنه 17 سنة لسه عايز تدخله في لمجملية التعلم دراسaling هوventional لليعب الكرة لازم تلعابه من مبادا البني لازم من خمس سنين مثلا فيا اا اتمنى طبعا مش هقول الكلام الجميلة عنت المسائل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المهمة بالعلمين في المجلس العمل الثقافة أو في زجرة الصفافة المفروض المفروض إنه لأن العمل الثقافي أو إدارة العمل الثقافي زي اللي برك عارف هي بقت علمة مش كتاب والمجتمع الروسي عنده خبرة كبيرة جداً في العمل الثقافي وإدارة العمل الثقافي وإدارة المتاخف احنا عندنا المتحف هنا بيبقى كشك المتحف هنا بيبقى ليه ميزانية خاصة بيبقى ليه إدارة خاصة بيامل النشطة بتاعته منفصلاً فإحنا محتاجين يبقى يطلع وفوق المجلس أو المزارة تزور المتاخف هنا تشوفي الغرة أو في حقيقيات لكي تدرس هذا العلم اللي هو العمل الثقافي أو في تدارة العمل الثقافي يعني بس كان أنا كان اللي يهمين هو عادة الوقت الكتاب المجلس الأعلى يوصي يوصي بينهم الفنون يمعان تدرسها في المدارس لأنه ضال مش سلاح تدميزه بس شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أنا بستاذ المتاخف بحقيقة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً جزيلاً شكراً جزيلاً من جزيلاً كارم اشتراك جزيلاً يومي صحصي على شكراً مرحلة نحو أداء على طبال شريني الثاني وطبعاً متفق على أنه موضوع التعليم وطبعاً في جسد الواتي في أكريميتش فيه أنه بيأخذ بيأخذ بسدن مبذكرة فيما يتعلق بتعليم الوضع منتظم الدراسة المراحل المبذكرة لكن أنا بحي أعيز بربطة أشير إلى موضوع السراع والثقافي إنه دائماً موضوع دهماً الحياة من فعلاً نبعت بالحرب العالمية التانية حي إذا كنت بأذر الحاجات التي من أول مع روسيا في أربا نت عشاني بعد كده أربا نت هي اللي تبقى إنترنت عشان هنا فيه جارئين وملايكة فهنا لازم يكون فيه أقول له لأيه طبعاً تصدر رويلاً لكن ده شيء طبيعي وهو ده يجب أن يحاول في الأمور صفر لأنه هو ما ينقل في الكتاب إنه نحن نتنجح بالقوة العسكرية فقط ولكن ده بد أن يكون عمرا دور في في السيطرة والتحكم دون أن يستشعر الآخر أن هناك استخدام نظور مصرحة أو ضغطة أو إكبار أو بشكر الفنان المستهر زيني حسن السلام عليكم معاني النامين العام من المجلسة على الثقافة دكتور هشام عزمون معاني السفير الدولة بالرغسية في مصر السفير السرقين سعادة السفير على الحديدي المساعد السوبر لوزير الفريقية وسفير مصر أصبق وصديق العزيز أهل المحرد أول حاجة أحب أرسل التعيني لوزيرة سقافة أستستي الدكتور نيبيني الكليني والمنى لها التوفيئ في هزير سقافة إن شاء الله ويبقى فيه فترة تصدهار ثقافي إن شاء الله في الفترة المتحدة أنا اسمي هيني حسن الركس الأول في البلية وبرقاهرة السابق والمدير المصرح الصغير للربرة مصرية وخريق أكاديمية الفنو من المحتاج البلية وحاصل على الماجستير في تصميم أخرج البلية في مصر أول حاجة أنا أعيز أقول إن أنا في المكان دا المجزء على الثقافة دا بيت التاني وأول مكان شهد لي إن أنا إن شاء الله ممكن أطلع ركس مهم أو ركس عالمي بحصولي على جيزة مريضة عاصم عام 1993 وعام 1994 وأحسن مصمم رأسه للشعب عام 1995 فأول مريف أنت هتبحيتي أنا هتتعلم بالمسؤال الصغافة لما أتمنى إن شاء الله الموايب دايماً التاعي الأول لشابير وفرناني لمصر أنا رأست كركس زاكت في حوالي 12 غبرة على مستوى العالم رأست في روسيا، رأست في مصرح الشوني، رأست في مصرح مارينسكي، رأست في مصرح إبنى في سان مدرشبورك، رأست في أوبرا وفاق، في باشك كردستان، كل المصرح دي كلها في روسيا بس علاقتي إيه بدولة بيلاروسيا، كان عام 2009، كان فيه أعرض باليس بارتوس، للمغرق البيلاروسي العالمي، بلاديميريا بيزاريف العرض دا، كان في الوقت دا، كان الدكتور الراحل طبوية الفاني، الدكتور عبد المهنان كامل، بعتلي وقال لي تعالى لازم تتفرغ على العرض دا اتفرغت على العرض دا من الكواليس أول مرة، وبعد كده هواسط ضفني تاني في مكتبه، وقال لي شفت العرض، ودوله أرشف في الكواليس، قال لي لا العرض دا ما يتشافش في الكواليس حلاني أطلع لإخت الكرسي فوق في الواسطة للأبرا المصوية، اللي أنا معنا فيها من 1990، وأتفرغ على العرض من الفوق، فبقول له إزاي ليه؟ قال لي فيه عروض عمره ما تتفرغ تبص عليها كده، لازم تبص عليها من الفوق، وهو دا كان من المخرج بلاديميريا بيزاريف، دا فنان شعب، ومن أعظم المخرجين على المستارعين، فابتلع عندي حالي يزيد، ودي بداية أحلامه، إن أنا حيث أكثر دوريس بارتاكوس بالتصميم دا، دكتور عبد المن الكامل تواصل مع الدفنين فاروق حسني، وزير الثقافة، وتم الإدفاع أنهم في الباليه وبرقائرة تنتج العمل دا، وفعلاً فريت الباليه أمتاكدو جيه ريزاريف مع طعم التدريب بتاعهم من المسرح الخبرى بيلاروسيا، بلشوك ياتري بيلاروسيا، وتم اختيار ابناناكوس باريس بارتاكوس كامل الدوري الرئيسي، وفعلاً الحمد لله العبد داع فريش داعتي في الجامعة، وزيد من الكدرة الفنية، اللي إجيه على المستوى الشخصي، وأنه في غير مليئ أخرى الطائرة، على المستوى العالم والشباب كلها، حلمت أكتر، حلمت أكتر، حلمنا أكس مصرح البلشوي في بيلاروسيا، وفعلاً حلمي تحقق، سنة ألفين اثنين وعشرين، تم دعوتي من الهاروس كأول راكس مصري على مصرح البلشوي في بيلاروسيا، يوركس عرض مهم، وهو عرض جالا كونسلت من، ده عرض جالا عبارة عن عرض منوع من مختلف البلحات على مستوى العالم، أنا أكتر شرف لأنه كنت راكس المصري الأجنبي، الوحيد ما بين فتاح البلال في العالم، زي سوليستات أوركسيان أباية المصرح البلشوي، سوليستات مصرح المارينسكي، سوليستات مصرح إثمان، سوليستات، والسفر ده أو السفراتي طبعاً أم بيها معني السفير، والسيدة مارينة نائبة السفير عمل مقود كبير قوي، إن هما يوصلوا بالفنان المصر هناك، من خلال إن هما كانوا بيحضر أولود لنا في الأوبرا قايرة، وشافوني وقالوا إن أنا عايزيني تطلع هناك، وفعلاً أول ما اقترح اسمي للمصرح المصر في بلالوسيا، طبعاً يا ريزاري في الموتير الفني الهناك، قال عارف عيني وشافه، وأنا استقلت معهم، ففعلاً تم تعويدي، وفعلاً سافرنا الرأس الأول، وفعلاً الرأس الهناك، والمفاقف ده إن أنا رأست مع عظم رقصات بالي من مسرح فرية البلشوي، بلالروسيا، ورأست مع بلالرنات من بلالروسيا في 24 ساعة، 24 ساعة فقط إن أنت تبني عرض، وتشتغل مع بلالرنات ده، فترة قليلة جداً 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 إن أنت كهز عرض، بس من خلال التفاهم، والاستعاب، والواحد ما كنت عايز تحققه، فعلاً أنا رأست دنين قراجه، بلي سبارتاكوس وبلي كورسان هناك، ودي كان حاجة جداً وساعدت جداً بالحقاوة، اللي أنا حسيتها من الركسين والفنانين والإداريين، وأخطر من كده الاستيباد من مسرح ثقافة بلالروسيا، ومديرت مسرح البلشوي استيباد فاصل، فدعا بالنسبة لك إن حاجة كده، وفعلاً خلانا إن أنا ندمع، ليه ما يقرش لي تعاوني في فن البالي مع مسرح البلشوي؟ ليه ما يتميش دعباتهم تاني لمصر؟ ليه فنية البالي قبرة قهيرة؟ ليه ما تسافرش دعبة هناك؟ ليه أكدمية الفنون ما تضعش الإستفاد من المدربين والفنانين من هناك؟ ليه التجهيزات الفنية في دار الأبرى المصرية، ليه ما تستفادش بالفنانين والفنانين الجيكور هناك؟ ليه ما نبعاتش بعثات من التقنيين والفنانين في دار الأبرى المصرية للاستفادة بالزبراء البلهاب الروسية والحقلات؟ ليه ما يتميش استضافة أوركاسترا بلالروسيا أو طائد بلالروسيا؟ عندنا أحيان كتير ممكن نحققها، وأتمنى المكان ده والجلسة دي ممكن تعمل برطوكول تعاون شامل جداً، وبالأضافة كمان أنا حضرت هناك، عرض للسرك هناك، والسرك في بلالروسيا حاجة رهيبة جداً ممكن استفادت بها، وأتمنى التوفيق وبشكر حضرتك لدعوتي، وأتمنى لنا ما أفضلش عليك، شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً، طبعاً جزيلاً، من الأسبوع للموسيقى، شكراً سعد السفير إذا في أي تعليق أخير فلنأخذ المدخلة أحمد روحك الدين ثاني خلاصة خلاصة ثلاثة تفضل 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 أنا كنت في روسيا في سنة 1800 خلت المكان دي فإن مصر يعني أنا عمر 80 سنة نؤلم إنما أنا عندنا الوقت مؤسسة مصرية روسية لا استقافة ولا لو وأنا الأمين العام لها وإن شاء الله أحمد دكتور حسين شعبان الشفن يقول له أخي دي أشهد على هذا لما كان وزيراً مسؤولاً على استقافة في مصر كنا نروح له وكان بيعمل مشاوات بشاركة فأنا بس أزل موجود معالي السفير النومان سرجي آآ يعني راحة بالسطر طبعاً الدكتور سفير عليها الحديد مش عارف وكير نقول له إنما يعني يعني يرجع الدكتور بقى أرشام عزبي يعني أرافي أنا من عشرات السنة لأن أرهو زي لأن أنا كنت أرشاد الزرز لجنة شباب يام الدكتور فروق مصلي وغير الوقت بنعمل منشطها فأنا هرخص كلامي في الآن أولاً يالي بأن أسس من عزيزة الضغار في أن يكون هناك بعد الضغار أنا روح آآ بلاروسيا مرة واحدة اللي مدت ومدنا لدى كان فيه فورسة قدنا بسكو فروحت بلاروسيا آآ لمغارة زيارة سريعة إنما يعني كنت أتمنى تقول أغفر فأنا ما أستأذن المجلسة على الصحافة إن إحنا نحاول نعمل الوقت لقاءات شبابية بين شباب بلاروسيا وشباب مصر بحيث إن هما يتعرفوا على التاريخ الماضي والواقع الرائم والمستقر فإذا أمر يعني أرجو مسعاد السكير يتبنى وأستاذ عددور عشام عزمي إلى بودة حتبنى أنا طبعاً قد أعطو في مجلس البلي مع الإستاذ القاضي المجينة تلاني والشاب الجميل دا كان يعني مش عارفون بقى قلنا برأنا أنت وقعنا لكل الشيء قلنا أخي عبنى بكامل كل الشيء بس أنا مش عايزة أقول حاجة أكثر من الأزم إن هذا اللقاء بيشكل عددور يعني عزيز عشام عزمي ونردو أن نكون لقاء متواصل في المراحل قادمة شكراً شكراً يا زينف السعادة الدكتور المسعد هي في فايل عبده مشكورة من دكتور المسعد عن يعني هو عمانه الدراسة حول البعثات المسلية إلى روسيا الماضي الحاضر المستقبل آآ يعني شكراً لنحضر لك ونحن طبعاً حنشوف في زرية يعني يعني في سور كتبني في حاجات مزانية يعني في سور يعني أمينا فيه رئيس عبد الناصر كريملي سنة ست يقولي تمانية وستين ويعني فيه جوية خبرات أرضو من ساتة مشهوراً إن إحنا نفرق لها لقاء في مرحلة القادمة لأننا مش عايز أصول على الجايز الجلسة إنما يظل دكتور عشام والموليس على السحابة اللي هو مجانة كتيرة وطبعاً العائلة السبيرة موجودة وأنا لقين العام اللي أسيس الله الرحمن دكتور عسين الشافي لابد أن أذكره بكل الحب والاهتمام شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً السلام عليكم أنا سامية طفية حصل على دكتورة جامعة موسكو وكنت مترجمة في أكاديمية الفنون لخبراء الروس وجميع معاهم الأكاديمية وأنا الحب لله مترجمة لأدل الطفل الروسي والأدل الروسي وأتمنى أن حدثت تطرقت لمواطر الترجمة فأنا مستعدة لترجمة كتيرة وأنا ليه كتاب كذا كتاب الحمد لله فيه منهوم متاب مصر الروسية ده من تأليف المستشرة الروسي بلديم البلياركوف وترجمت كمان كتاب عن دستانوفسكي وكتبت كتاب بأدل الطفل برضه عن حكاية المسادر وربوعة اللي جيل جداً من من خبراء الروسي بطموعة كيرة في التصص وأقدم المجادة بطف النادى وأتمنى أن يكون فيه الوسيلة لأكترجمة حسناً إن شاء الله حاجات مريسة أننا احتركم أعمالية شكراً غزيناً نعم طبعا أو عن طريق إقامة مجوعة المشروعة للرسية في مصر وزيدة بالتجاهة من بين مصر وروسيا تماماً من تجاهة تاني جاءت لما نكون مناقة لأنها تبعاً أن نكون مناقة تماماً من تكون قافة لجال التعليم تعليم اللغة العربية للروس عن طريق العربية للفزيزيكية للقود أو مشارك مهي تعلّمها أمدنا وتعليم أيضاً تتواصل التعليم اللغة المسيرة للطلاق في الراحة للألال نحن 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 نوزيين ولا وموزه وسيط نحن نفرط الأوليين كذلك نعملين حفلة كبيرة فاصة في المركز الصباف الروسي كان موجودة الروسية التوكسانة وكان موجود عدد الكبير عبطل المحسسة لتبعي أصبعها المنهار كارمين المركز العالمي للشفراء الموين كان موجود في مرموعة وراءة حفلة مليك كبيرة ليدة نتمنى العلاقات التوتطة من خلال العلاقات المصرية الروسية ومتساعدة المسرسين ومتساعدة المسرسة على الروسية التوكسانة شكراً لكم 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 ترجمة نانسي قولة مع المنصر في تحديث حياتي أكتب بخصوص بلعبتLAN إلى ندان من المنصر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر